وصف رئيس سوروس فاند مانجمينت جورج سوروس استثمارات بلاكروك المليارية في الصين بأنها خطأ مأساوي وأكد سوروس في مقاله في صحيفة وول سريت جورنل أن بلاكروك أكبر عمالقة إدارة الأصول في العالم ستتسبب في خسارة أموال عملائها وستضر بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى جاء أحدث هجوم لمدير الأصول الملياردير سوروس ضد الاستثمار في الصين في وقت تكثف فيه بلاكروك الأمريكية جهودها لطرح صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خاصة بعد أن خففت السلطات الصينية القيود على ملكية الأجانب العام الماضي فمنذ ذلك الحين وحتى اليوم وصلت السلطات الصينية تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي ما دفع بمصرف جولدمين ساكس وبنوك أخرى في وول سريد إلى اعتبار أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الصينية تفوق المخاطر وفي خطوة جديدة ضمن جهود الصين لتبني اقتصاد أكثر فتاحاً أعربت أعلى هيئة لتنظيم الأوراق المالية أمس عن مساعد تنين الأسوي لفتح أسواق رأس المال المحلية للمستثمرين الأجانب مضيفة أن الصين ستنتهج تعاوناً عملياً دولياً لتنظيم شركاتها المدرجة في الخارج لكن رغم خطط الرئيس جينبينغ لفتح الاقتصاد الصيني ما زال الملياردير سوروس ثابت في قناعته بأن جينبينغ هو أخطر عدو للمجتمعات المنفتحة في العالم مشيراً إلى أن الرئيس الصيني يعتبر الشركات المحلية مجرد أدوات في يد السلطة الصينية شكراً للمشاهدة